السلام عليكم بنات كيدا يريلا باسم زيانية ان شاء الله تكونوا باخر والآخرة وانتم أنظروا هذا الفيديو وقام لكم فيديو جيدة وصفة جديدة سوف نحضر معكم مقادير تمار بساطة جدا نجد الكثير من التحضير سكرا والسكرا وميزينة 250قرام الزبدة ودقيق على حسب الخاليط وغنظر بانيلا سوف نحضر شحابة البيت الزبدة نضيف الزبدة نضيف السكر سوكر سانيدة سوكر 8 جرام سوف نضيف المكونات سوف نضيف المكونات لنضيف المكونات قمت بالغرفة سوف نضيف المكونات وعلى دراسة الغرفة نضيف المكونات ونضيف المكونات نضيف 8 جرام الخميرة الحلويات نضيف الدقيقة نضيف تدريجيا نضيف تدريجيا نضيف تدريجيا كتكون متماسيكة وهنا بعد ما عجنت العجينة حصلت على هكا كما كتشوفو كنحصل على واحد العجينة اللي كتكون نرطيت باع وغانغطيها بسالوفان غاندخلها لنبيرة والمجاميد لما كانت شانتكم الوقت حتى كنحسو بان باردة مزيان ودبا ما بينو جدو الحشوة باش غانعمرو هاد ديال التمر هنيا غاناخد نو نوجدوه التمر بالنسبة للتمر نستعمل التمر العادي ولا بقيت تستعمل هادا كلي كيتباع جاهز نستعملوه هنا فورته في الكسكاس وامبعد درته بفورشيتا هنيا كنما كتشوفو درت مئتين قرام وغان نضيف شجمحة القديس بدا كبار ودفت جنجلان بالنسبة للجنجلان شحال ما بقيتون تومعه كيكون محمر وضرفت القرفة حتى القرفة قطعتي واحد لما تاقزوين وغان نضيف هكا شو جمحة القبار ديال الماء الزهر صافي وغان خلطهم زيان وضيفت مستعمل ماء الزهر كيكون مدينة بداية وهاكيما كنتشوفو بعد انما جمعت هكا غان ندوز غان ديرها نكورها كورية صغارين ومقه نحط فواحد طبيسي له هكا أمدين سوف ينجل سوف ينجل نعم بعد ما حيت العجينة من نبيرة بردات هناخذ هاد هاد بلاستيك هنضير العجينة في الواسط و هنضير من فوق منها بلاستيك باش هكا كي يتعلع لي نضغية كتا الجن هاد طريقة سهلة بزاف سوف يغند لك ها سوف يغاني كي ما كتشوفو بعد ما دلقتها كان هاد السوم كيكون رقيق خديت هاد الطابع مدور سوف يغاني كي ما كتشوفو غاناخذ واحد الحابة ديال معجون ديال الطمر كنديرها في الواسط و هناخذ الجن بالطروفات كناخذ ثلاثة ديال الطروفات كي ما كتلاحظو اه طريقة رواضحة في الفيديو سهلة بزاف و في نفس الوقت كاتشي اه زوينة بنسبة لي ما عندهاش داك المرشم اديرها الطريقة انا ما عندي شي هادك باش كي نخشو التمر ديال اه حلوة ديال الطمر و استعملت ها الطريقة اللي ما عندهاش بحالي اه اديرها الطريقة اه 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 احتها هكا كي يجي زوين سوف يكا نحاول ان كليكين زيان على ديال الطروفات باش ماللي غطي بما تحلش ليه سوف يغانستمر هكا بنفس الطريقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى نحن ندير و نحط مباشرة في صفحة ديال الفرن ونطيبها من التاحي تزعلن بها 50 دارجة او 200 دارجة و عاودا نحمروها بالفوق نشوف الشكل النهائي هذا هو الشكل النهائي الحلوى للتمر كما تشوفوا الشكل يجيزون في الماداك تجيه شيشة تجيزونة بزيزونة بزيزونة وعجينة تجيه رطباء وكذا جربتوها ستعجب لكم بزيزونة بزيزونة في نسبة لما عندهش ذاك المرشم لاخر الخاص للتمر تستعمل هات طريقة سهلة لا يتعرض ان يكون عندك اللقه اللقاءات التي تستعملوا ترغيها الحلوى للتمر وبهات طريقة انتظر لحلوى للتمر سوف تقوم بتعجيه اجب أن شربتوها تتعجب لكم ونظر هذا الفيديو على حسن الممتع ويجب لكم وليس اشتركوا القناة لا تنسى شي تشترك فضلا وليس أمرا وكلا شكر بزاف الناس لكي تجعوني وكي تابعوني ويخلي بلي التعريق شكرا بزاف لكم وهناي غيسري هات الفيديو وشكرا على متابعة للكم وفي أمان الله شكرا على المشاهدة